تمضي العملة إلى الارتفاع وعجلة الاقتصاد على شفى بنك نهار انهار منذ تحولت الخزينة المالية إلى مجهود حربي ومنذ تم نقل البنك إلى عدن كقرار غير متبوع بإجراءات مالية من كبل الشرعية والتحالف لإنقاذ ما تبكى من اقتصاد يمني أصبح في حفرة عميقة تربض الميليشي الحوثية في صنعاء وتختطف السيولة المالية من أفواه الشعب الفقير وتتعقب محلات الصرافة وتنهب أموال اليمنيين كعصابة منفلتة بعين مفتوحة على المال وأخرى على السلاح امتداداً للمنظمة ذات الجوع التاريخي للسلطة والثروة مع تدهور المستمر في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية والتي تجاوزت 52% منذ بداية الحرب التي تشهدها اليمن منذ الانقلاب والاشتياح ارتفعت الأصوات المحذرة من مخاطر تجاهل الملف الاقتصادي الجهات الرسمية الجامدة إزاء التدهور الاقتصادي أثمرت عن وعود سعودية وفقاً لبيانات صادرة عن الرئاسة اليمنية بوديعة سعودية تبلغ ملياري دولار في فبراير عام 2017 وتكررت الوعود في نوفمبر من العام نفسه ثم انتهى عام وبدأ عام جديد ولا جديد في دعم العملة رحل 2017 وبدأ العام الذي يليه والوديعة السعودية لم تصل وفقاً لمصدر في البنك المركزي اليمني على رغم أهمية الإسراع في إيداعها حيث سجل الدولار الأمريكي مستوى قياسياً أمام الريال بلغ 480 ريالاً في الجانب الشرعي لم تعلن الموازنة العامة بشكل رسمياً للرأي العام والتي من المفترض أن يتم تقديمها إلى البرلمان الذي أصبحت اجتماعاته في علم الغيب ولم تقدم أيضاً في الاجتماعات الدورية للحكومة حتى اللحظة في مربعة الانقلاب الحوثيون يضاعفون من أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي ووصل الأمر إلى اكتحام الميليشيا لمحلات الصرافة الكبرى ونهبها في إشارة إلى أن الميليشيا التي نهبت الأموال العامة في طريقها لنهب الأموال الخاصة اشتركوا في القناة